بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه نتحدث في هذا الفيديو السريع عن زراعة الزعتر الزعتر نبات غني عن التعريف الجميع يعرفه ويعرف استخداماته في المنزل في المطبخ في الاستخدامات العلاجية والبقائية وهو نبات سريع التكاثر سهل جدا ينبغي أن لا تخلو منه أي حديقة الزعتر بمنتهى البساطة يمكن إكثاره وهو نبات شبه معمع أكثر من خماس الحول يمكن أن يتجدد تلقائيا يمكن قصه من ثلاث إلى خمس مرات في السنة كلما قمنا بقصه يتجدد من جديد نحصل على الأوراق اليانع الجميلة أنا أزرعه وكثير من الناس يزرعونه في الأرض الأرض الدائمة الآن إن زرع في الأرض فبها ونعمة ولكن يجب أن تتوفر له مقدار مريح من الرطوبة بحيث لا تجف التربة إذا جفت التربة سيبدأ بمعاناة المشاكل وستصغر الورقة ولن تكون بالينع والنظارة التي نرغبها من يريد زراعة الزعتر عليه أن يهتم بالدرجة الأولى والوحيدة بإبقاء تربته رطبة الآن يمكننا الحصول على غصن سواء اشترينا من السوق ضمة زعتر وقمنا بالحصول على غصن الغصن يجب أن يكون بهذا الشكل خشبي نسبيا ونقوم في غرسه في قوار أو أي وعاء نقوم ابتداء بسقايته سقياء جيدة ونقوم بغرسه من غرس الوصن الزعتر كما قلنا الزعتر يحتاج الرطوبة دائما بهذه الطريقة فقط كل ما بالموضوع الفكرة البسيطة التي وددت أن أخبركم إياها بأن الزعتر من الأفضل عند زراعته أن تكون التربة ناعمة مخلوطة بين الحمراء التربة الحمراء الطينية وبين قليل من الرمل ويفضل إمدادها بالقليل من الكومبوست أو البتموس أو السماد الطبيعي المختمرة فقط كل ما بالموضوع أن نغرس غصنا بهذه الطريقة ستكون لدينا نبتة زعتر قوية وقادرة على أن تنتج لنا بمجرد مرور شهر وعلى مدار الحول كاملا تنتج 365 يوم في السنة بمعنى أن الزعتر لا يتوقف عن طرح الأوراق الخضراء اليانعة ما دمنا نقوم برعايته بشكل مناسب وإنضاجاً للفكرة وبعد مرور تماماً 27 يوم بعد مرور 27 يوم هذا حال الغصن الذي قمنا بزراعته قبل أقل من شهر شاهدوا يانع ونظارة أوراق خضراء يانعة يستحق الزعتر أن يكون في بيوتنا يستحق أن يكون في بيوتنا في حدائقنا قريباً من مطابخنا وفي متناولنا شكراً لكم نتمنى أن تشتركوا في قناتنا قناة يسير إن رأيتم ما ينفعكم ويفيدكم لكم محبتنا واحترامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم